وننتقل إلى الشأن العراقي حيث أعلن مجلس الوزراء العراقي موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو المقبل وأشار المجلس لأن الحكومة الاتحادية تتولى توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين إلى مناطقهم وأكد مجلس الوزراء أن التصويت يكون إلكترونيا مشترطا أن لا تكون هناك مشاركة للأحزاب التي تخوض الانتخابات بأجنحة مسلحة